أنت دايز طلع لنا شوفنا واشحن لباس فقد انهارت قدرة الشرائية أخيرا وهي ترقد الآن في قسم الإنعاج أنصحك بزيارتها قبل أن تسلم الروح لبارها خذ لها معك قنينة ماء وعلبة حليب خالية دسم ولا تبكي أمامها رجاء يمكنك البكاء بمرارة على قدرة الشرائية الموهرة فقط بعد أن تخرج من غرفتها حكومتي منشغلة بما حدث فهي تتصل باستمرار لتعرف ما إذا كانت قدرة الشرائية قادرة على الصمود ولكن إلى متى الصمود أعطوني أدانكم وأعيرون انتباهكم بعد اجتماع جد مسؤول مع أسرة حيث تم تدارس الوضعية المأساوية لقدرة الشرائية ها أنا أخرج عليكم بالبيان التالي أنا المواطن المواقع أدناه قررت نهج سياسة قد تقشف بسبب تفاقم عز الميزانية وشح السنولة فهامش مناورات لسد العز صار ضيقا للغاية لا سيما في هذه الضرفية الحرجة كما أن اللجوة إلى اقتراب من الأقارب لا يمكن أن يكون حلا عمليا بسبب تدخم البروستات عند خال الذي دأب على تسليفه لذلك سأعمل على تخفيض نفقات الاستثمار من خلال تنفيذ الإجراءات التالية أولا عدم مرافقة أطفالي إلى حديقة الحيوانات وإقناعهم أو ضربهم لإجبارهم على مشاهدة الحيوانات المهترسة على قناة ناسيون الجيوغرافي ثانيا اشعر أطفالي بمقدار المبالغ التي ستقططع من مصروف جيوبهم اعتبارا من هذا الشهر ثالثا جلوس بالمقهى مرة واحدة في الأسبوع وليس يوميا كما كان معمولا به سابقا رابعا إسقاط الموز والتفاح والإيجاس والخوخ من لائحة المشريات اللومية والإبقاء على الخبز والطمر بوزكري لأنه مدر للبول ويقي من الإصابة بالقب خامسا إطفاء جميع الأضواء والاكتفاء بالضوء الذي يأتي من نافذة جاري سادسا منع استهلاك اللحم منعا كليا بأنواعها البيضاء والحمراء سابعا تسجيل أطفالي في مدرسة المخزن وإبعادهم عن التعليم اللصوصي ثامنا عدم شراء أي أحدية جديدة لي ولأطفالي وزوجتي والاستمرار في انتعال الأحدية القديمة رغم التوقوب الواسعة التي ظهرت عليها تاسعا قطع العلاقات مع الأصدقاء والجنيران لمنع الزيارات المكلفة مكلفة عشرا في حالة المرض عدم اقتناء أي دوية والكتر من الاستغفار والله مغفق والمساعة نصد الكاتب المغربي الصاخر عبدالفتاح برد قبل أن تخرجوا لا تنسوا أن تابعوا في الاشياء يوتيوب و تشاركوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي و لا تنسوا أن تفعلوا جميعا ترجمة نانسي قنقر